دكتور أيمن ضيفنا في القاهرة أهلا وسهلا بك من جديد هنا يكون السؤال ما مدى جدية المواقف الأوروبية في تحويل هذه الدعوات التي تطلقها هنا وهناك الدول الأوروبية أو حتى منسق السياسة الخارجية بأنه يجب أن يحدد موعد جديد للانتخابات لأن هناك تحذيرات ونصائح للسلطة الفلسطينية من تداعيات قرار التأجيل على المستوى السياسي على المستوى الفصائلي والشعبي مدى تحية تلاك ونظيفة لكل سادة المشاهدين دعنا أخي الكريم أن نؤصل الأمور بأكتر دقة وأكتر وضوحة مشكلة رئيس السلطة أبو مازن في هذه الانتخابات أنه في إصلاعات الرأي التي أعلنت بشكل سري وشكل علني هناك بروز لقوة جديدة يعتبرها أبو مازن من ألد خصومه هي قائمة المستقبل وقائمة الحرية وحاول خلال لجنة الانتخابات وأيضا المحكمة أن يسيس هذا الأمر ويسقط ترشح القائمتين ولكنه فشل وبالتالي اضطر لاحقا إلى استخدام شماعة القدس لن تجد أحد في أشعب الفلسطيني يقبل إجراء انتخابات بدون القدس ولكن لو مورثت كل دول أوروبا ضغوطا على الرئيس أبو مازن في هذه المرحلة لن يقبل هو يدرك أن حركة فتح تيار أبو مازن اليوم لن تكون أغلبية في البرلمان هناك طيارين داخل فتح تيار بقوده النأب محمد أحلان وطيار آخر بقوده تحالف ناصر القدس ومروان البرغوت وهلا التحالفين لن يكونوا معه وبالتالي هو يرى أن هذا الأمر لم يتغير لكن في أحد ضيوفك تحدث بشكل واضح أن أبو مازن لو مورثت كل الضغوط من التحاد الأوروبي ووافقت الاحتلال مباشرة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس فلن يقبل إلا إذا ضمن الأدوات أن تأتي بنفس النتائج اللي هو عليها الآن هو بالتالي لن يقبل باستمرار العملية الديمقراطية بهذا الشكل هنا دعنا عندما نتدرج لن تجد أحدا من الشعب الفلسطيني في اللحظة الأولى يدرك أن أبو مازن سيكمل العملية الانتخابية ونحن ندرك أنه سيجد مبررات لإلغاء العملية الانتخابية هنا في القاهرة في اجتماعات فبراير ومارس هذه الفصائل التي كانت ضد أوسلو لماذا لم تطرح بداء؟ الآن نعود بالداكرة إلى انتخابات المؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم عام 2009 عندما تعذر أبناء حركة فتح من غزة الوصول إلى المؤتمر تم مهاتفتهم بالتلفون للتصويت اليوم في ظل بعد 11 عاما في تكنولوجيا و12 عاما في تكنولوجيا كبيرة جدا كان بالإمكان الحديث عنها لأن التكنولوجيا الرقمية تستطيع أن تحل هذه اللازمة ثم أيضا توضيحا للجمهور المقدسين الذين يشاركوا في صندوق البريد الإسرائيلية في آخر انتخابات أجهة عام 2006 لم يتجاوزوا 3 ألف وبالتالي كان بإمكان موضع عاليات نحن مع أن تجرى الانتخابات في مدينة القدس وأن تكون يوم الانتخابات هو يوم اشتباك مع الاحتلال حتى لو كانت هذه الانتخابات نسبة النزاهة بها لا تتجاوز 10% ولكن مجرد أن نحول هذا إلى اشتباك مباشر مع الاحتلال لكن أنا لا أعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي مصلحته انهاء الانقسام الفلسطين وبالتالي مع استخدام هذا الأمر رأينا كيف زار رئيس الشباك أبو مازن وحدثوا بشكل واضح بدوره تأجيل الانتخابات ليس فقط خوفا من بروز قوة حماس في الضفة الغربية رغم أننا فلسطينيا مع أن تأتي أي قوة للمشاركة في الانتخابات توفوز إن كان هذا خيار الشعب الفلسطيني دون أن يكون لدينا فيتو على أي قوة تأتي طالما أن هذه القوة تأتي بخيار الشعب ولكن أن تصبح النظام السياسي بمجمل في يد شخص واحد ورئيس أبو مازن هو يحول هذا الشخص أريد بعد ذلك أن أفهمها أكثر هنا تقول إذا ما تكثف الضغط الأوروبي وحتى لو قبلت إسرائيل لن يقبل الرئيس بتحديد موعد جديد إذا لم تكن الأمور على هواه هل يمتلك قدرة مواجهة الجميع مواجهة الفلسطينيين مواجهة المجتمع الدولي مواجهة الحقوق الفلسطينية الشعب الذي يأمل بالتغيير ويتعطش لهذه الممارسة الديمقراطية هذا يعطينا جواب واحد أخي الكريم أنا لا انتخابات في عاهد رئيس أبو مازن وتبقى الأمور على علاتها كما هي عليه إلا إذا كان بعد ذلك قرر بعد عام أو أكثر بإجراء انتخابات ويكون في حينه تمكن من تسييس المحكمة الانتخابات هو حاول بصراح لدينا معلومات غير علنية بأنه حاول تسييس المحكمة لكنه فشل في ذلك لأن المحكمة بها خليط ليست فقط من من له تأثير أبو مازن في جلسات مغلقة كانت للجنة المركزية كان هناك يشتات غيظا عندما يعلم أنه تم تمرير قائمة المستقبل بشكل قانوني وتم تمرير قائمة الحرية وأن نتائج الانتخابات ستعطي تقدما لهذه القوائم وقد تصل في بعضها إلى أكثر من عشرين مقعد هذا الأمر أزعجه كثيرا وبالتالي أنا لا أعتقد أننا سنشهد انتخابات في عاهد أبو مازن حتى لو وافقت بالفعل إسرائيل على إجراء انتخابات في القدس إلا إذا ضمن مرة أخرى أسقاط قائمة المستقبل من الترشح في الانتخابات القادمة